أعلم بحضراتكم من جديد قبل ما أدخل في تفاصيل مباراة تكاس السوبر المصر الأندية الأبطال والمواجهة الأولى جداً للأهل أمام سيراميكا كيليوباترا يمكن فيه خبر مهم جداً من خلال مجلس أمناء جائزة الثقافة الرياضية العربية حيث منحت الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لقب شخصية العام في عشرين تلاتة وعشرين شخصية العام الرياضية والعربية لما حققه الأهلي من إنجازات خلال العام تحت قيادته سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الإفريقي أو على المستوى العربي أو حتى على المستوى الدولي الكابتن محمود الخطيب حصل على شخصية العام بصفته رئيس النادي الأهلي بعد حصول على هذه الجائزة التقديرية من مجلس أمناء جائزة الثقافة الرياضية العربية اللي بالتأكيد بيكون فيها جواز تقديرية كبيرة جدا للعديد من الشخصيات والأموء الشخصيات البارزة في المجال الرياضي على المستوى العربي وعلى المستوى الدولي كانت فيه جواز أخرى للعديد من الشخصيات كمان زهبت جائزة الوفاء لشهداء فلسطين من الرياضيين بعد الأحداث الأخيرة اللي بتشهدها غزة في الفترة الأخيرة ربنا بإذن الله يكون فعون كل الأشقاء في فلسطين لكن خبر مهم جدا كان لازم أبدأ به وهو مجلس أمناء جائزة الثقافة الرياضية العربية منحة الكابتن محمود الخطيب شخصية العام لعام 2023 تقديرا على الإنجازات التي تحققت للنادي الأهلي خلال هذا العام سواء على المستوى المحلي والعربي والإفريقي والدولي